تقريبا انتهت الاشغال في الوجهة الخارجية لملعب التاسع عشر مايو ستة وخمسون بمدينة عنابة بنسبة مئة بالمئة ولم تتبقى إلا رتشات قليلة من ناحية تنظيف الوجهة الخارجية للملعب أما الوجهة الزجاجية فتم الانتهاء منها بشكل نهائي وتعتبر هذه المدخل الخاص بالمنصة الشرفية أما إذا عدنا إلى داخل الملعب فمزالت الاشغال متواصلة فيه حيث تم منذ أيام تركيب اللوحات الإشهارية الإلكترونية بعد الانتهاء الكلي من أرضية الميدان أما فيما يخص المدرجات المتواجدة في الملعب فلم يتبقى إلا عشر بالمئة ويتمى الانتهاء النهائي من تركيب المدرجات الخاصة بملعب التاسع عشر مايو ستة وخمسون والتي وصل حددها إلى خمسة وخمسين ألف مقه وكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم فإن عملية تركيب المدرجات في المنصة الشرفية ما زالت متواصلة وبعد تركيب الكراسي في كافة المدرجات أصبح الملعب يظهر بوجه رائع ورائع جدا وأصبح يحطي نظر أخرى لهذا الملعب الذي كان مهمل منذ سنوات أما إذا ذهبنا إلى الواجهة الخارجية للملعب وبالأخص الملحق الخاص بالتدريبات فلقد انتهت الأشغال في العشب الطبيعي الهجين وانتهى بنسبة مئة بالمئة وهو الآن جاهز ويمكن الاعتماد عليه وكانت ليلة أمس عرفت ملعب التاسع عشر مايس ستة وخمس عملية تجريب للأضواء الكشفة في الملعب وكذلك للواحات الإلكترونية ومدى جاهزيتها قبل انطلاق العرس الإفريقي بداية من منتصف شهر جونفي من سنة 2023 وبعد تتبع كل ما يحدث في ملعب عن نبأ الكبير يمكن القول أن الملعب سيكون جاهز قبل نهاية ديسمبر من السنة الحالية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر